دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد دريس لشغار بير ريباط في ندوة صحفية خصصة للإعلان عن فعاليات تخليد الذكرى الستين لتأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إعادة الدفء للعائلة الاتحادية من خلال أفقين اتحاديين قائمين على المصالحة وتجميع الحركة الاتحادية والانفتاح على الكفاءات المختلفة إحياءنا لهذه الذكرى نابع من الاعتبار التالي هو لا تشسيد لقيم الوفاء للذين استرخصوا حياتهم من أجل هذا الوطن فيه من الحركة الوطنية ومحاربة المستمير للذين قاوموا وناضلوا من أجل وحدته واستقراره وأمنه ومن كذلك الاعتبارات الأساسية التي نحيي فيها الذكرى هذه المرة وتوجهنا نحو أفق جديد أفق المصالحة ويتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى الستينية لتأسيس الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية أنشطة متعددة تتمثل على الخصوص في تنظيم معرض مركزي لوثائق الحزب وأرشيفه الصوتي السمعي البصري ومعرض لمنشورات الحزب ومعرض لصور نادرة ومعرض متنقل كما ستنظم لقاءات وطنية كبرى وندوات موضوعاتية وجهوية تتناول التحولات التاريخية والتوجهات المستقبلية المتعلقة بقضايا الاقتصاد والمسألة الاجتماعية والسؤال الثقافية والبناء الديمقراطي والمؤسساتي والوحدة الترابية والاندمج المغاربي فضلا عن توقيع كتب قادة الحزب ومثقفه وتنظيم جلسات للاستماع لشهادات تاريخية وتشجيلها قصد أرشفتها